اهتمام مصر بمجال الفضاء ليس حديث العهد فالحقيقة إنه يعود إلى نحو 117 عاماً وتحديداً في عام 1905 حينما بدأ العلماء المصريون ينظرون إلى الفضاء عن طريق منذار بقطر 30 بوصة من مرصد حلوان ظلت مساعي مصر نحو الفضاء مستمرة حتى عام 1998 حينما أطلقت أول أقمارها الصناعية نايلسات 101 الذي تم تصنيعه بواسطة شركة ماترت ماركوني البريطانية الفرنسية المشتركة تم إطلاقه على الصاروخ إيرين فور من قاعدة جويانا الفرنسية في 28 من إبريل من عام 1998 وانتهى عمره الافتراضي في عام 2013 بعدها بعامين وتحديداً في 17 من أغسطس من عام 2000 أطلقت مصر قمرها الصناعي الثاني نايلسات 102 من قاعدة جويانا الفرنسية تم تصنيعه بواسطة نفس الشركة وأطلق من نفس القاعدة وعلى نفس الصاروخ وانتهت خدمته في عام 2018 في الرابع من أغسطس من عام 2010 أطلقت مصر نايلسات 201 وهو أحد أقمار الجيل الثاني تم تصنيعه بواسطة شركة تاليس إليانا سبيس الفرنسية وأطلق على الصاروخ إيرين فايف من جويانا الفرنسية ومخطط له أن يستمر في العمل حتى 2028 بعيداً عن مجموعة أقمار نايلسات أطلقت مصر في 17 من إبريل من عام 2007 بالتعاون مع أوكرانيا ومن قاعدة باي كورنر الروسية بكازغستان أطلقت القمر إيجيبسات 1 وهو أول قمر صناعي مصري للاستشعر فقد الاتصال به في فبراير من عام 2015 لتطلق بديلاً عنه القمر الصناعي إيجيبسات A لخدمة أغراض التنمية في 21 من فبراير من عام 2019 أطلقت مصر في ديسمبر من عام 2019 القمر الصناعي طيبة واحد وهو أول قمر تدخل به عالم الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات الأمر الذي يعد نقل في مجال الاتصالات على دعم جهود التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها في عام 2020 أطلقت مصر القمر إيجيبسن يونيفورث وهو أول قمر تعليمي يتم إطلاقه من أجل خدمة البحث العالمي القمر جرى تصنيعه وتجميعه بأياد مصرية 100% من خلال طلبة من 18 جامعة بتكلفة 5 ملايين جنيه وبلغ وزنه كينو جرام واحد تم تزويده بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور الفضائية أخيرا تطلق مصر قمرها الصناعي الجديد نايلسات 301 من قاعدة كاب كانيفيرال الأمريكية والذي سيصل عمره الافتراضي إلى 15 عاما مهمته الرئيسية توفير تغطية احتياطية لنايلسات 201 وتقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق فوق الأراضي المصرية وتقديم خدمات البث التلفزيوني فوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول حوض النيل